بحضور رئيس أركان الجيش وعدد من كبار الضباط في الوزارة احتضنت جامعة الدفاع للدراسات العسكرية ورشة العمل الموسومة دورة جيش العراقي في تقديم المساعدات الإنسانية لضحايا زلزالة دولتين الجارتين سوريا وتركيا تظمت الجامعة اليوم ورشة علمية وعملية إنسانية بحضور سيد رئيس أركان الجيش المحترم تناولت دور الجيش العراقي في تقديم المساعدات لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا الجارتين العزيزتين على العراق وهنا برز دور الجيش العراقي بالتحول من مهمته الرئيسية كقوة صلبة إلى مهمة قوة ناعمة في تقديم المساعدات للجارتين كم من الواجب الذي يتمثل بنقل المساعدات الإنسانية من التاجي في وسط بغداد إلى محافظة الهدقية في سوريا بواقع قافلتين حقيقة كل قافلة كانت تطلب من 42 عجلة بضمنها طبعا عجلات الخدمات المرافقة لها عجلات الشؤون الإدارية عجلات الإنقاذ عجلات الوقود كانت القوافل مكتفية ذاتيا ما احتاجنا إلى أي شيء أضافي من الجانب السوري كل الاحتياجات التي تحتاجها القوافل كانت مؤمنة بصورة ذاتية من إذن انطلاقها من موقع الانطلاق في التاجي الورشة تضمنت عرض مادة فيديوية عن الزلزال الذي حدث في الآوينة الأخيرة وقوتها على مقياس رغتر وجرت مناقشات بحوث ودراسات أخذت للسنين الماضية عن الزلازل وفي سياق نفسه تم عرض آلية نقل المساعدات برا وجوا وتسليط الضوء على الجهود التي بذلت من قبل أبطال الجيش العراقي لإيصالها بأسرع وقت ممكن تم تنفيذ ورشة العمل الموسومة دور الجيش العراقي في تقديم المساعدات الإنسانية لضحايا الزلازل التي حدثت في تركيا وسوريا والتي تم التركيز خلال هذه الورشة بمحاورها الخمسة على دور الجيش في عكس الوجه المشرق للجيش العراقي كجيش إنساني وكان للإعلام الحربي دورا مهما في تغطية فعاليات تقديم المساعدات الإنسانية وتوثيق العمل المتواصل من قبل أبطال القوة الجوية والقطعات الأخرى التي عملت كخلية نحل واحدة كانت تجمع بالقاعد الشهيد محمد علاء وبدأت استطول النقل بنقل هذه المساعدات للشعب السوري الشقيق وكنا من النواة اللولة التي قدمت هذه المساعدة لأخوان الشقاء بالسورية ورشة علمية احتضنتها جامعة الدفاع للدراسات العسكرية تضمنت الجانب الإنساني والجهود الاستثنائية التي قامت بها المؤسسة العسكرية متمثلة بوزارة الدفاع العراقية بتقديم المساعدات ونقلها برا وجوا للدولتين الجارتين سوريا وتركيا بعد حادث الزلزال الأخيرة من جامعة الدفاع للدراسات العسكرية الملازم أول مصطفى علي إعلام وزارة الدفاع اشتركوا في القناة